تحيات اخواتي حبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بقى الف خير والف صحة دايما يا رب. معكم ماريو من قناة اكلة بنفسي. الفيديو بتاعنا النهار ده بعيد خالص عن المطبخ. الحمد لله نهتم شوية بشعرنا اللي تبهدل جدا جدا في المصيف. انتم عارفين والحر بتاع الصيف العدل اللي هايو طاق ده وكمان دخلين على المدارس. آآ يعني هنحل ان شاء الله في المسك ده مشكلة الصبح والتسريح الشعر والتشابك بتاع الشعر اللي يعني بنعاني به من مع بناتنا آآ ان شاء الله المسك ده آآ لتنعيم الشعر لزيادة لمعاين ولتهدئة الهيشان. يعتبر برطين طبيعي للشعر. آآ هن يعالج المسك ده كمان آآ بصوا مشاكل التسريح آآ هيغزلنا الفروة. ماسك تحفة جدا بجد روعة. بصوا يا بنات كل المكونات جايبها من مصر. ما عادة مكونين اتنين بس. يعني كل حاجة عندكم. ما عادة عسل النحل وزيت الزتون. عسل النحل طبعا عارفين فويده يعني يعتبر برطين يعني بيحافز على قوة الشعر ويحافز نمو الشعر من جديد ويحميه من التساقط وبيهد الهيشان. وبي يعني بيعمل بيئة يعني بيئة ممتازة لنموه شعر جديد. يعني ملء الفراغات. عندك كمان فويد زيت الزتون كتيرة جدا. بيعالج جفاف الشعر وبيقويه. بيعالج آآ يعني الشعر التالف يعني وبيحميه من آآ التالف اللي بيرنتج عن آآ الصبغات المتكررة للشعر. آآ بيعالج آآ تأصف بيعالج بيخلص من القشرة. ممكن نعمل بي مساج للفروة لتنشيط الدورة الدموية. هنتكلم عن حاجة حاجة. عندنا هنا زيت السمسم. تمام زيت السمسم ده. بيعالج الشب المبكر. بيحافز نمو الشعر. بيعالج تساقط الشعر. بيعالج جفاف الشعر. بيعالج كمان القشرة. بيعزز قوة الشعر وبيخليه يلمع. بيحميه من الشعر من اشعة الشمس. بيحالج الحشرات. آآ اللي ممكن تجيه عدوى آآ للاطفال من المدرسة. تمام? عندي هنا زيت الجرجير. يا زيت الجرجير ده تحفى جدا للشعر. بيبلرده بيقلل تساقطه. بيمنع العدوى اللي في بتيجي في فروة الراس. بيعزز رطوبة الشعر. بيغزيه. بيديه لمعان. بيديه تقل. حاجات كتيرة جدا. اهم حاجة في الزيور يا حبيبتي انك تتأكدي انها معصورة على البرد. انا مش بعمل اعلان للزيت. انا كنت بقرب آآ آآ اسماء الزيت للكاميرا عشان تشوفوها. انا معرفش حاجة في مصر. الحاجات ديها جياني من مصر. يعني بابعت آآ في مصر وبقول لهم عايزة كزا 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 بيشتروا هالي وبيبعتوا هالي. لكن انا معرفش اي حاجة عن مصر وما تقولوش ان ده اعلان خالص. انا معرفش. بس انا بقولك اللي بنستخدمه في المصر ولازم يكون على معصورة على البارد. المالك هنا او يعني بصوا بتاع الحلقة النهاردة زبدة الشياء. زبدة الشياء فوايدها كتيرة جدا جدا. قبل ما اتكلم عن فوايدها هتكلم عن ازاي تعرفها انها طبيعية او لا. يعني تاخذي جزء كده فيها منها وتفركيها بين ايديكي. زي ما انت شايفة. تختفي كده بحرارة اليد مع التدليق. بحرارة اليد تعرف انها طبيعية. الاختبار ده حتى بنعمله للسمنة البلدي والزبدة البلدي انك تاخذي حتى كده بين ايدك وبنكفي ايديكي وتفركيها. لو اختفت وامتصها الجلد تعرف ان دي الحاجة طبيعية. سواء بيدة سواء صفرة مش مشكلة. طبعا عارفين جدا جدا فوايد زبدة الشياء. في منها الاصفر اللي انتو شايفينه ده وفي منه الابيض. زبدة الشياء بتغزي الشعر وبتحبس الرطوبة في الشعر متخليهاش دايما يعني ناشف وكده وعشان تقوي الشعراية او تقوي الخصلات كمان. بتنعم الشعر. آآ وخصوصا شعر الاطفال. آآ لو في تشابك الصبح طبعا عارفين قبل المدرسة في بنصرح للبنات. لو في تجعيد آآ يعني الشعر مجعد جدا. كل ده بتنعمه وبتعالجه زبدة الشياء. طبعا الاستمرار مع المسك بيديكي كل مرة عن مرة نتيجة حلوة. يعني اول مرة هتعجبك النتيجة. تاني مرة هتعجبك اكتر واكتر. عندي هنا فيتامين اي. فيتامين اي يا بنات تحفى برضو عارفينه للبشرة والشعر. احنا النهار ده هنتكلم عن الشعر. آآ بصوا بيقوي بصيلة الشعر. آآ بيزيل التشابك بتاعه. بيزود لمعان الشعر وكسفته. آآ حروق الشمس. آآ بيبينشط الدورة الدموية للشعر. علشان طبعا تنشيط الدورة الدموية للشعر. بيزيد آآ نمو والشعر الجديد. يا ريت قبل ما ندخل في وصفتنا. ما تنسيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ولا كاتل الفيديو عشان ترفع وشوفه غيرك ويلا بينا. عندي معلقة كبيرة من زبدة الشياء. تمام? سواء استخدمت اللون الزبدة اللونها يعني فاتح كده شوية او الصفرق عادي طالما متأكد انها من عطار كويس وانها طبيعية. تمام? هنستخدم معلقتين بكل نوع زيت. معلقتين زيت سمسم معلقتين زيت جرجير معلقتين زيت زيت زيتون. زيت الزيتون ده طبيعي يعني عندي هنا ده بتاع الاكلة حادي. تمام? زي ما قلنا اهم حاجة تتأكدي انه طبيعي ومعصور على البارد. الزيوت كلها. حطينا كل نوع زيوت السمسم والجرجير وقادي الزيت الزيتون. تمام? هنقلب شوية. وبعد كده عندي عسل النحط. آآ ده آآ بتحطي من معلقتين لتلاتة. يعني الموجود يعني حسب القوام اللي احنا عايزين نوصله. احتجتي معلقتين تمام. احتجتي تلاتة تمام ما فيش مشكلة. هنفتح طبعا امبول فيتامين اي وهنضيفه على الوصفة. آآ امبول فيتامين اي ده بنات اختياري. بس بصراحة احنا عايزين نغزي ونرتب وننعم الشعر ونفيد الشعر. فيعني معلش نصرف شوية بس المسك ده تحفى جدا وهيعجبك. تمام? هنفضل نقلب. عندك آآ مايكرويف او على حمام مياه سخنة ممكن تسياحي زبدة الشياء. لو انت مسلا يعني عايزة تنجيزي بسرعة ومكسلة آآ تسياحيها بشويش. آآ بسياحها بشويش وبدمج المكونات مع بعض. المكونات دي يا بنات ما بتبصش يعني اعمليها وفي علبة كريم نضيف خلصان معاكي كده غسلها ونضيفة ومناشتفة. وحطيها في التلاجة. ما حاجة التلاجة لان زبدة الشياء انتو عارفين ما تخرجش من التلاجة. تمام بس. واعمليه مرة في الاسبوع. تحفى جيب ده. هتطبقيه ازاي من جدور الشعر لأطرافه. كل الشعر غطيه بي. بعد كده هتعملي ايه? تجيبي كس بلاستيك او بوني بلاستيك وتغطي شعرك. لمدة من اربع لست ساعات. يعني الاولاد بيذكروا اعمليه البنوتة ويسيبيها وهي بتذكر. وبعدين اغسله لها. انتي اعمليه الصبح عبل ما تخلصي شغل البيت والاكل والكلام ده. وادخلي اغسلي. تمام? يفضل طبعا يفضل طبعا. لو متاح ان احنا نغسل بالشعر مفوش بشامبو يا بنات مفوش مواد كيموية. اه لو غير متاح امرنا لله هنغسل بالشامبو بتاعنا العادي بس هنعمل المسك في الحالة دي مرتين في الاسبوع. بدل مرة واحدة. تمام? لكن لو عندك شامبو مفوش مواد كيموية اعمليه لمرة واحدة. بصي هو ده قوام او آآ قوام المزيق او المكونات اللي احنا عايزنا بيبقى بالشكل اللي انت شايفها ده. زي ما قلنا هنحفظه في علبة نظيفة او بطرمون اكل عادي صلصة نظيف بس يكون غسلاء كويس ومنشفات طبعا. فوش مية وتشليه في التلاجة. وتعملي الكمية براحتك بقى كل اسبوع تعملي بص براحتك. اعملي الكمية اللي تكفيك انت وبناتك. انا هسيبت لك المقادير في صندوق الوصف مع قيمة تشغيل الاهتمام والعناب البشرة والشعر. هتلاقيها في صندوق الوصف مع روابط صفحاتي على الفيسبوك والانستجرام والتوكتوك واسمهم اكلة بنفس آآ بنفس اسم القناة. مستنيها استفساراتكم وقرأكم وطلباتكم. ان شاء الله آآ بناء على آآ طلبات حبيبي في الصفحة. هزود من هزود من الوصفات دي لانهم يعني زعلنين مني مني فمن جدا من فترة طويلة عمال يطلبوا مني وانا اسفة ما بحبش يعني اقول لكم ماسك الا ما يكون مجربة علي انا وبناتي الاول. آآ لقيت نتيجته حلوة علي انا وبناتي بامانة يعني تلات بنات وانا فكده يعني عندنا اربع انواع للشعر. فاقول خلاص انا اتطمنت عن نتيجة فاصوره وانزله الحبيبي. آآ الواحد يعني عارف المكونات غالية والحاجات غالية ومايردهوش ابدا انه يضر حد. يعني ربنا يعلم انا بقول بامانة كل حاجة بامانة. البنات على شعرهم طحفة جدا وسهلت تسريح جدا ولمعان ورطوبة وطحفة جدا. وخصوصا لو اتطومتي عليه. زي ما اقولنا اي استفسار انا معاكم. حابين اي حاجة انا معاكم. ويا ريت حبيبي يعني ما تنسونيش في دعمكم دايما ولو حابين اي حاجة الوصفات انا الاول بجربها علي وبعدين بقولها لكم. ما تقلقوش اطلوب الوصفات اللي انت عايزينها وانا هجربها وارجع اصورها لكم. تمام? اتمنى حبيبي لو وصلتوا معي لحد هنا ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو عشان يترفع ويشوفوا غيرك. وهتوحشوني جدا جدا للفيديوهات اللي جاية. وباي.